برلومان أوكرانيا يوقف قانونا يلغي التزام البلاد بالحياة العسكري والسياسي في خطوة تمهيدية لطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي موسكو غير راضي عن هذا التطور الذي تعتبره مشكلة جدية بالنسبة لأمنها القومي تدفع إلى المواجهة والتصادم على حد قول وزير الخارجية سيرغي لفروف وقد تحول موسكو وكياف إلى عدوين من حيث الاستراتيجية العسكرية للبلدين هذا النائب الأوكراني سعيد بالقانون الجديد إلغاء قانون التزام عدم الانحياز يوضح من نحن وإلى أين نريد أن نذهب وما هي غايتنا هذا القرار الذي اتخذه لأتلاف الحاكم لم يأتي بشيء بل سيزيد في حدة التوتر بين الأوكرانيين الوضع الأكثر ملأمة لبلدنا هو وضع الحياد ماريا كورينيوك مرسلة يورنيوز من كياف تقول إلغاء قانون التزام الحياد لا يضمن لأوكرانيا لانضمام الحور للحلف الأطلسي وللتوفر على المقاييس التي يشتريطها الحلف يتعين على الحكومة الأوكرانية أن تقوم بعمل كبير قبل كل شيء يجب أن تطور جيشها وفق معايير الحلف الأطلسي وتقنع الدول الأعضاء في الحلف بأن مكان أوكرانيا في تكتل الأورو أطلسي في هذا السياق يتعين على كياف أن ترفع عدد عناصر قوتها المسلحة وأن يصبح سن التجنيد في الخدمة العسكرية في العشرين من العمر وليس الثامنة عشرة مع بداية العام خمسون ألف مجند احتياطي سيلتحقون بالخدمة العسكرية لمدة عام ونصف العام شكرا